ورد الفعل خليني الحقيقة أبدأ مع حضراتكم ببيان النادي الأهلي اللي أصدره النهاردة يعلن نادي الأهلي الحداد على أرواح إخواتنا الشهداء في فلسطين ويجدد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للأمال تجاه ما يحدث للأشقاء ويبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء ويطالب كل المجتمعات الإنسانية لتقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم خاصة أن المشاهد على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعمية ويؤكد النادي الأهلي مجددا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه عاشت فلسطين حرة شركة استدات وشركة لايف بريزنتيشن أيضا أصدروا بيان تعلن شركة استدات للاستثمار الرياضي وشركة بريزنتيشن لايف انضمامها للحداد العام المعلن في جمهورية مصر العربية وتؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتأيدها لحقهم في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم كما تدين قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة أشد الإدانة باعتباره تجاوز خطير في حق الإنسانية وتعلن إيقاف جميع الفعاليات الترفيهية المقامة أو المنظمة عن طريق شركتها التابعة لمدة ثلاثة أيام ده كان بيان النادي الأهلي وده كان بيان استدات والحقيقة يمكن على المستوى الرياضي كتير من نجوم الرياضة في مصر وبرى مصر الحقيقة وهنا مش الكلام أو الموضوع مرتبط بانتماءات خالص كل صوت بيحاول يوصل كل صوت بيحاول يعبر وواصل للناس كلها وإحنا يمكن هنستعرض مع حضراتكم جزء من تدوينات أو تعليقات كتير من نجوم الرياضة اللي نشروا وعبروا عن رأيهم وعن صوتهم طبعا بيان عن محمد عبد المنعم طبعا محمد اختار اللغة الإنجليزية على وعسى أنها توصل لكل حد في العالم يقدر يفهم ويتابع اللي بيحصل لكن الحقيقة أنا يمكن ترجمة لحضراتكم أو زمايلي ترجموا لحضراتكم البوست أو معنى البوست أو ترجمة البوست باللغة العربية العالم يطالبنا بالتزام الصمت وغض البصر عما يحدث للأطفال والأبرياء في غزة تحت أنظار وأنوف المجتمع الدولي برمته مدينة بأكملها محاصرة منذ أكثر من عشرة أيام وتمارس كافة الانتهاكات بحق أهلها ويتم قصفهم بالطائرات والمدفعية والأسلحة والغزات المحرمة دوليا أطفال يقتلون بدم بارد ويقتل النساء والرجال أمام أعين الأطفال وتهدم المنازل والطرق ويحرمون من الماء والكهرباء والوقود وأدوات الإغاثة يقتلون المسعفين ويطالبون المدنيون بالخروج بسلام فيتعرضون للقصف أثناء الخروج كفى ظلما وقهرا اكتزت المدينة بالموتة وكانت رائحة الدم تفوح في كل مكان ووضعت الجثث في تلاجات الطعام أي ظلم بعد كل ما نراه فهل يرى أصدقاؤنا عبر غير العرب ما يحدث لنا وما يحدث في بلادنا هل يحكمون ضمائرهم ويتغلبون على إنسانيتهم كما يطالبون مننا دائما هل العادات والثقافات لا تدين أو ترفض إلا عندما تكون أنت المتضرر ولا تتكلم إذا كنت بعيدا عن الأحداث نقول لكم أن فلسطين صاحبة الأرض وصاحبة الحقوق قدم شعبها المستضعف ألاف الشهداء في سبيل الدفاع عن وطنه ودينه ومقدساته إلى كل شعوب العالم كفى صمتا وخوفا وتبريرا لا يوجد شيء على وجه الأرض يدعوكم إلى دعم الإبادة الجمعية والتطهير العرقي أوقفوا القتل وأعيدوا الحياة وافتحوا المعابر أمام المساعدات الإنسانية ومن أجل حق الأبرياء في الحياة حسين الشحات كتب الحقيقة على أعتقد تويتر أو الفيسبوك ليس عليك أن تكون مسلما لدعم فلسطين عليك فقط أن تكون إنسانا حسب والله ونعم الوكيل اللي بيحصل ده حرام أقسم بالله الواحد حاسس أنه بيحلم والله معارف أنام حسب الله ونعم الوكيل محمد الشنوي في ثلاث تويتات أو ثلاث بوستات على حساباته على السوشال ميديا اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار لكن الله يا غزة اللهم بردا وسلاما على غزة وأهلها اللهم إني استودعتك غزة وأهلها ورجالها ونسائها وشيخها وشبابها وأطفالها اللهم أنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر لهم يا رب رحم الله شهداء غزة وربط على قلوب أهلهم من كل شر إن لله وإن لحكمه من الصابرين وحزبنا الله أيمن أشرف كتب وقال ورب الكعبة سينصر الله أهل فلسطين هذا وعد الله لنا ولن يغدرنا الله ولا ينتصر الباطل على الحق أبدا بل على مر التاريخ الله ينصر الحق دائما سينصرنا الله لو بعد حين وسنصلي يوما ما في الخدس لكن الآن على حكام العرب جميعا أن يتحدوا ويتحركوا على الشعوب العربية أيضا أن تتحد لكي ينصرنا الله علينا أن نتحرك جميعا عمر السلية الواحد مش عارف يكتب إيه يعبر عن اللي جواه بالنام وبنصحى على مجزر جديدة في حق إخوتنا في غزة إبادة جماعية للشعب بيدافع عن أرضه عن حقه عن شرفه والعالم كله بيتفرج من بعيد ودول مش شايفة اللي بيحصل وبيجوا يكلمونا عن حقوق الإنسان وحرية الرأي أنت اللي بتمنع حتى الناس تقول رأيها الحقيقة اللي دول كتير بتزيفها وبتحجبها ما بيعرفوش أن فيه ربنا شايف ومضطلها على كل شيء ما فيش حاجة أقدر أعملها غير أن أنا أدعي ربنا وحده القادر على الصهينة وعلى القتل حازم إمام القضايا الفلسطينية تعيش في وجدان كل مصري ومن لا يدرك هذه الحقيقة عليه مراجعة التاريخ جيدا والغوص في تفاصيله المختلفة ومراجعة مدارة داخل الأسر المصرية الصغيرة والكبيرة بالأمس عقب القصف الغاشم للمستشفى الأهلي المعمداني وسقوط الضحايا بالمئة ما حدث وتنقلته شاشات أمام أطفالنا ينذركم جميعا بجيل يكره العنف ويكره مصدره ومن خطط له ينذركم بكرهية لن تقوى قوتكم على السمود أمامها فاصل ونبدأ حلقة النهاردة